اهلا ورحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديثا عراقي الكاظمي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي كثيرا ما يتحدث عن ما يسمونه الانتخابات المبكرة لأنه ببساطة يعتبرها انجازا كبيرا من انجازات حكومته وفترة حكمه هذه بالأسبوع الماضي تحدث أيضا عن ما يسمى الانتخابات المبكرة وقال بالنص ان الانتخابات القادمة معول عليها استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية هذه أولا إعادة استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي السؤال الذي يطرح نفسه الحقيقة عندما يتكلمون عليهم أن يدركوا ماذا يقولون كيف يمكن للمواطن أن يستعيد الثقة بالعملية الانتخابية وبالنظام السياسي العملية الانتخابية منذ أول انتخابات عام 2005 لغاية انتخابات عام 2018 عملية تزوير وابتزاز وسلاح وميليشيات وخراب ودمار وطائفية وتمييز واضح هذا وأنتم تعترفون بهذا ما الذي تغير ما الذي سيجعل هذه الانتخابات على غير شديد وكانت أهل العيون وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية تدعونها للإشراف على هذه الانتخابات ولمراقبتها وكانت تكتب تقارير رائعة فيكم وبالتالي أنتم وصلتم إلى حال اعترفتم بها حرق صناديق الابتراحة سرقتها يعني استمارات جديدة أنتوا تابعيها وخالين عليها الأسماء وتخلوها وحتى إذا فاز أحد حتى من فاز عياد علاوي طبعا وجدتم طريقة بالمحكمة الاتحادية ما عرفوا شلون القتلة الأكبر في البرلمان ولعبتوا على القضية لعادة انتخاب لعادة وجود المالكي على سدة الحكوم واستمرت 8 سنوات حكوم المالكي وبعد العبادي وبعد عادل عبد المهدي وجل كاظمي وهذه اللعبة مستمرة بنفس الخراب ونفس الأحزاب ونفس القوى ونفس الشكل ما الذي تغير؟ تظاهرات طلعت في تشرين تظاهرات العراقين هؤلاء الشباب الرائعين هؤلاء الذين طالبوا الوطن واجهتهم بالرصاص بثلتهم وذبحتهم ونكلت بيهم وقتلت أكثر من ألف واحد وجرحت أكثر من ثلاثين ألف واحد واعتقلت واختيالات ومصيبة وتنكيل واتهامات وأبناء السفارات وأبناء الرفيقات وأبناء المأثفة كلام سخيف ما أنزل الله به من السلطان والميليشيات قاتلتهم لآخر وما زالت تقاتلهم من ميليشيات مقتد الصدر وغير ميليشيات الخز علي وغيره وهذا ما حصل فأين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين الاستجابة؟ والكلام عن ديمقراطية وحرية كذبة كبيرة الآن عدد الأحزاب المفوضية الانتخابات تقول أن عدد الأحزاب الحالية الساحة العراقية الآن 267 حزباً الله أكبر بلد بـ 40 مليون هم يتحدثون بـ 267 حزب هذه ديمقراطية وحرية هذه لو فوضى فوضى هذا الخراب وشنو هاي الأحزاب وشنو مناهجها وشنو برنامجها يعني الحزب الواحد يفرخ مثل المكينة 40-50 حزب آخر حتى يلمون للأصوات وتنذب بسلطة لاحظ اللعبة السخيفة والمعيبة وبالتالي 267 لحد الآن وربما يزيد العدد يجاوزون 300-350 حزب تشارك بهذا الانتخابات القادمة اللي يسموها مبكرة لا توجد أي دلالة على توحي بإمكانية التغيير أبداً نفس المحاصصات الطائفية نفس المحاصصات القومية نفس الأحزاب ونفس القوى ونفس الفكر نفس التوجهات هي الحاكمة ونفس الطائفية الآن لو تراقبون واضح جداً جداً الآن لا حديث يعلو على الحديث الطائفي في كل هذه الأحزاب الآن كلها تحاول الدس الطائفي لكي تجمع وهذه لعبة قديمة الشعب العراق يرفضها لن تنجح تحدثوا أنه ثوار تشريين بعض من عدهم أعداد كبيرة من عدهم دخلت في تحالفات كذبة كبيرة ذو ثوار تشريين اللي قدموا ألف شهيد أكثر من ألف شهيد وقدموا أكثر من 30 ألف جريح لأنهم طالبوا بالوطن لا يمكن أن تضحكون عليهم ولا يمكن أن تستغلوا اسمهم وتقولون سواء تحالفات كذبة كبيرة هؤلاء الذين طالبوا واحدة من طلباتهم أنه كشف الذين قتلوا قتلوا رفاقهم قتلوا أصدقائهم وأخوتهم في التظاهرات والكاظم يوعد بكشف وهذه أكثر من سنة على حكما وأكثر من يعني سنة ونص على ثورة تشريين أكثر من ربما تجاوز سنة ونص على ثورة تشريين أكثر من سنة ونص ولم يظهر اسم واحد من القتلة سواء في الناصرية سواء في بغداد في كربلا في النجف في العمارة في الديوانية في كل المدن في الكود في كل المدن العراقية الأبية هذه الشباب الرائع قدم نفسه للوطن ويطالب الوطن هؤلاء الذين يطالبون نريد وطن يقبلون بهذه الانتخابات المزيفة المعيبة الخراب والدمار تضحكون على نفسكم لا تضحكون على لكن كل العملية يراد منها تدوير الفساد مرة أخرى تدوير هذه النفايات مرة أخرى تلبسون قناعا هو قديم تعتقدون أنه جديد والشعب ما يكشفه واحد يقول لنا التار الصدري سيأخذ الوزارة وهو سيأصلاح أي أصلاح أي كذب أنت قتلت المتظاهرين أنهم طالبوا بوطن واتهمتهم بأنهم أتباع للسفارات وبأنهم مخربين وبأنهم ماعدهم دين ولا وطن ولا انتماض الكذبة كبيرة مع الأسف الشديد هذه لعبة في الانتخابات لعبة مكشوفة كشفها الجميع ولا يمكن القبول بها استخدام نفس المعايير نفس الدلالات منذ عام 2005 من أول ما يسمى بانتخابات جرت في عام 2005 لحد الآن نفس المعايير الطائفية والقومية ونفس القوى ونفس المال مال الفساد اللي تسرقوا من العراقيين اللي تمولون بي حملاتكم الانتخابية نفس السلاح الحاكم الميشيات وغيرها نفس السلاح المنفلت نفس الخراب نفس الدمار ما الذي سيتغير ما الذي سيقنع الناس بالعملية الانتخابية مثل ما يتحدث الكاظمي وبالنظام السياسي نظام السياسي خرب ودمار وجاء بالعراق وكل هذا القرابة 18 سنة ما الذي يقنع العراقين بهذا النظام السياسي اللي هذه مخرجاته ما الذي يقنع الناس بهذه العملية الانتخابية وهي بهذا الشكل وبهذه القوى اللي تتحدث الآن وكأنها بريئة من دماء العراقين وكأنها جاءت من أجل الديمقراطية والحرية وليس من أجل وليتحكم بيها إيراني جذري في يلتقي بالقوى التي ستشارك بالانتخابات ويوجههم هذا الكلام يعني اللعبة مكشوفة ما يسمى بالانتخابات المبكرة ليست سوى محاولة جديدة مرة أخرى لتدوير النفايات لإظهار قناع جديد لإخراج قناع قديم وليس جديد يعتقدون أنه جديد والشعب يعرفه قديم ويعرف شكله ويعرف أن وراء هذا القناع ميليشيات وقتلة وقوة فاسدة وقوة مخربة تريد أن تستمر العملية السياسية لأن استمرارها فيها حياتهم ومحياة قوى خارجية أولها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تريد هذه العملية السياسية أن تستمر لأن فيها ضعف العراق وخراب العراق ودمار العراق والعراق من سيئ إلى أسوأ بانتخابات مبكرة وانتخابات عادية هذه الكواهية نفسها المشتركة في الخراب والقتل والدمار هي من تشارك في البناء مثل ما يقولون هذه لعبة جديدة مضحكة مبكية لعبة جديدة قديمة لا يمكن قبولها والشعب العراقي أوعى من أن تلعبون عليه هذه اللعبة التي لا تساوي شيئا والتي يدفع أهل العراق من دمائهم من أرواحهم من حياتهم ثمن كبير لها معلسف الشديد لم يبقى لأهل العراق إلا أن يزيحوا كل هذا ويبنو تجربتهم الوطنية الخالصة بدون هذه الكوة التي تسلطت على رقاب الناس في غفلة من الزمان ومساعدة المحتل وتدعي الوطنية وتدعي الإسلام وتدعي الإنسان هي وهي براء من كل هذا وكل هذه المثل العليا براء منهم معلسف الشديد أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة